معكم حول الحداث مسقط رمتان ويطية أهلا بكم جميعا من هنا من استوديوهاتنا في فندق الكراون بلازا في مسقط الساعة الآن لمن يسأل عنها هي أثناء الخمسة وخمس دقائق أو ست دقائق بالتوقيت المحلي هنا منتكار للدولية معكم حول الحداث برنامج سياسي ساعة تفاعلية نتوقف فيها عند الحدث نقدم قراءات بين السطور ونفتح النقاش حول قضايا متنوعة في حلقة اليوم حلقة اليوم باكورة حلقاتنا الخاصة من هنا من سلطنة عمان نتوقف عند سياسات السلطنة التنموية من خلال مصادر تنويع مصادر الاقتصاد وموارده وتجاوز اقتصاديات النفط سنتوقف في هذه الحلقة التي تكتسي طابعا اقتصاديا عند الاستراتيجية العمانية اليوم للانتقال إلى نمط تنموي بديل نمط تنموي مستدام أسعد بكم جميعا أعزائي المستمعين هنا في سلطنة عمان وبمستمعين في جامع أرجاء العالم العربي نقدم لكم أطيب التحيات من فريق معكم حول الحدث من هنا من مصقط جوليان بولو على هندسات الصوت ونيكولا أيضا سبيغا وتيبو والجميع ومارك أيضا من إغيفي شكرا لكم جميعا سلمة الزراع في الاعداد والتنسيق تتبعنا سلمة في كل مكان دائما دائما في باريس لاغ الاغي في هندسة الصوت شكرا لك لاغ من بعيد سلو سلو وأسعد بصحبتكم على مدى ساعة كاملة هذه بطبيعة الحرمتان عواطية قضية اليوم استراتيجيات سلطنة عمان الفريدة من نوعها تعرفون أعزائي المستمعين أن القمة الخليجية الأخيرة التأمت وانفضت بتوصية كبيرة جدا توصية مفادها يا جماعة يجب علينا أن ننتقل من عهد النفط من زمن النفط إلى زمن آخر تنمية مستدامة سنتوقف عند هذه التنمية مستدامة من هنا من سلطنة عمان التي خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد أسعد في البداية بتقديم ضيوفي أبدأ بضيفتي أنسة أن الكندية الباحثة في شؤون الاقتصاد والريادة وتحضرين لدراسة الماجستير في قيادة المؤسسات يا أهلا وسهلا مرحبا رمتان أنت أعطيتي عادة البرنامج الاقتصادي يكون جدي بس أنت أعطيتي تابع المرح لا أحنا على منتكر له منتكر له غير ومعنا الأستاذ يوسف البلوشي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة وجهات جريدة السياحة والسفرية أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم في سلطنة عمان أهلا وسهلا شكرا لك والتحق بنا الأستاذ يوسف الحارثي الباحث في الاقتصاد الحديث وعضو مجلس الأمناء بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم للإشارة يا أعزائي المستمعين والله اكتشفت شيء آخر في البداية كنت أخاطب ضيوفي وأقول لهم سيد وسيدة وقالوا لا 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 من فضلك لا تورطينا السيد للعائلة الحاكمة فإذا سأقول يعني ضيوفي الكرام الأستاذة والأنسة الأنسة أن الكندية الأستاذة أن الكندية الباحثة في شؤون الاقتصاد والريادة وتحضرين لدراسة الماجستير في قيادة المؤسسات أنت كتبتي مقالا طلعا مؤخرا تقولين فيه نعم للتنويع الاقتصادي ولكن لا تنويع بدون انفتاح أهلا بك ما الذي تقصدينه بالانفتاح اليوم؟ الانفتاح الذي يخدم للسلطنة وهو بحيث تكون بيئة السلطنة بيئة قاذبة للاستثمار في مختلف أنواعه المشروع السكة الحديد حتى أعود إليه هو أحد أهم بشاريع السلطنة للتنويع الاقتصادي الذي ينصب في المنظومة اللوجستية السلطنة أصبحت بنيتها التحتية جاهزة وهي في المواني والمطارات الآن قاتل مرحلة التي نحن نستغل كل هذه المقاومات بالإضافة طبعا إلى موقعها القغرافي المتميز القطار سيضيف لها الكثير لأن نحن نتأمل بمشروع القطار أن تكون السلطنة بوابة للخليج العربي سنعود إلى الدور الذي تلعبه سلطنة عمان في إطار هذا الخليج العربي وزميلة إيمان الحمود تحدثت هذا الصباح عن الدور الذي تلعبه ليس فقط اقتصاديا وإنما سياسيا ولكن أعود إليك إذن الأستاذ يوسف البلوشي هل تعتقد بأن الجغرافيا أو الموقع الاستراتيجي الذي تنعم به سلطنة عمان بين الشرق والغرب يساعدها على أن تستفيد جدا من هكذا بنى تحتية وأن تنشط من خلالها يعني موارد أخرى قطاعات أخرى لا شك بتأكيد أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به سلطنة عمان كما قلت بين الشرق والغرب هو يعني يجب أن يستثمر خير استثمار وأن السلطنة بلد آمن بلد مستقر والسلطنة حاليا البنية الأساسية لهكذا مشاريع سواء من الموضوعات المواني الثلاثة المنتشرة في مسقط وصلالة والدقم وحاليا بناء صحار أيضا بالإضافة إلى المطارات الإقليمية سواء مطار مسقط الدولي أيضا ومطار صلالة الذي يشهد تحديثا كبيرا بالإضافة إلى أيضا لمطار صحار التي افتتح مؤخرا ومطار الدقم كل هذه المشاريع يعني يفترض أن تسهم في تنويع الاقتصاد العماني وتدفع به إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة التي يجب أن تكون مرحلة مهمة للسلطنة بشكل خاص خاصة أن الاقتصاد العماني معتمد تقريبا 80% على النفط وبذلك مهما كان هذا النفط كسلعة ناضبة في المستقبل وكل دول الخليج يعني تعرف ذلك فعليها أن تدخل في مشاريع تنويع اقتصادي مهمة ومشروع القطار من المشاريع المهمة التي ستدفع بالتعاون والتكامل الخليجي المشترك الدراسة الأخيرة التي صدرت عن صندوق النقد الدولي الأثمي تقول بأن النفط يعني أسعار النفط ستتجه إلى إعادة يعني ستعود إلى التعافي لكنها ستظل أدنى من مستوى السنوات الأخيرة لكن في هذه الدراسة نرى أيضا وهنا السؤال موجه لك أستاذ يوسف الحارثي الباحث في اقتصاد الحديث وعضو مجلس الأمناء بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم هذه الدراسة دراسة صندوق النقد الدولي الأثمي تقول أيضا بأن تراجع أسعار النفط بثت حركة أو انتعاشا في الاقتصاديات المحلية البديلة وأعطت دينامية جديدة في هذه الدول مثلا لإنعاش الإنتاج العام مثلا أن النمو إجمالي ناتج المحلي العالمي سيرتفع تقول الدراسة بين 0.3 إلى 0.7 خلال هذا العام هل بالنهاية نستطيع أن نقول شر البلية ما ينفع الاقتصاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الاقتصاد العالمي بدون شك رايح ينتعش نتيجة انخفاض التكلفة في الدول المنتجة لكن اقتصادياتنا ما رايح تنتعش يعني إذا كان من فضل لهذه الانتكاسة من شيء فهو إعادة التأكيد على أهمية التنويع حقيقة التنويع بحد ذاته يعني هناك فيه توافق عليه يعني نحن نشوف أن من الخطة الخمسية الأولى في 76 عملية تنويع مصادر الدخل كانت حاضرة في الخطة وكل خطة وكل دول من دول الخليج والدول المصدرة للنفط تسعى لهذا مثل ما يقوله الأمريكان هذا الحلم البعيد المنال اللي هو حد منه سبق الغير مثلا عندنا تجارب في إمارات مجاورة يعني قدرت إنها يعني تعكس اعتماداتها من النفط إلى المداخل الأخرى لكن في عموم دول الخليج وعموم الدول المنتجة للنفط سيكون التأثير سلبي وحقيقة الأمر يعني هنا يستوقفني الموضوع اللي حضرتك يعني الكادر تدريب الكادر لا الموضوع موضوع القطار القطار نحن هنا في القطار ولم ننتهي منه شكرا لأنك وصلت هذا الموضوع من بين المقررات قلنا بأن إنشاء صندوق تيماني تتشارك فيه أعداد دراسة تفصيلية لإنشاء صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكة الحديدية يتم تمويله أيضا من طرف القطاع الخاص حدثنا عن هذه النقطة ما معنى هذه النقطة قبل أن نتكلم عن الصندوق الاعتماني هذه هي معضلة الدول الخليج معضلة الدول الخليج في حد ذاتها أنه طبعا الصرف والسياسات المالية التي ترى النور عن طريق مشاريع في الحكومات لعمل تغيير وتصحيح في حركة الاقتصاد هنا صانع القرار عندنا في دول الخليج لا يرى مردود كما في الاقتصادات الكلاسيكية يعني هناك هذه هي من بعض الآليات آليات تحفيز الاقتصاد هي عندك أنت آليات النقدية والآليات المالية طبعا زيادة الإنفاق يفترض أنها تعمل نمو لكن قدر دول الخليج وبسبب الطباطو اللي إحنا مرينا فيه ولازم نكون واضحين مع أنفسنا إن هذه المشاريع لن تأتي أكلها لأن في المدى القريب تقول لا لأننا نضيع فرصة بمعنى بمعنى لو تسمحي لي تفضل طبعا المردود من مشروع القطار مردودين مردود اللي هو على المدى البعيد في تحفيز الاقتصاد وفي بناء صناعة لوجستية هذا ما علي خلاف لكن في حدثه هو المشروع مشروع تقريبا في حدود 14 مليار من 14 مليار ريال أنت تتكلميه تقريبا عن قريب قريب من 40 مليار دولار تحفيز الاقتصاد ب40 مليار يعني ممكن أنه يخلق ثورة كبيرة في اقتصاد صغير بحجم اقتصاد السلطنة لكن كنا نحن ليس اقتصاد كلاسيكي بمعنى أن المدخلات من هذا المشروع نحن لا نملكها يا سيدي الكريم في هذه النقطة هناك هذا المشروع كما قرأنا يفتح استثمارا أمام القطاع الخاص بقيمة 150 مليار دولار أليس هذا حريا بأن يحفز الاقتصادية المحلية أن يشرك القطاع الخاص في صناعة أن يخلق خدمات أن يخلق وظائف نعم مثل ما يقولوا الإنجليز الإنجليز عندهم مثل يقول The spirit is willing نقوله لي بالعربي The spirit is willing but the flash is weak هناك رغبة لكن أنت ما ممكن أن تقفز فوق حقائق الواقع حقائق الواقع أنك أنت يعني لازم مدخلات هذه المشاريع العملاقة يجب أن تتمتلكها بحيث أن شركاتك المحلية قادرة عليها ومن ذلك أبنائك قادرين على أنهم يقوموا بالخدمات التي تستوجبها مثل هذه المشاريع العملاقة يا سيدي الكريم هناك فلننتقل معلش لأنه استفزني قليلا سأبقى معه وأعود إليكم فلنبقى في هذه النقطة الجماعة اللي قالوا اليوم اللي خرجوا بهذه المقررات من أهم المقررات وإنشاء أكاديمية لتدريب الكوادر استمعنا قبل قليل للأستاذ عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للقطارات يقولها صراحة يا جماعة نريد أن ننشئ نشأ خليجيا يملك خبرات نستقطب عقول نستقطب مهارات تكون خليجية فإذن هذا الكلام جميل صحيح الكلام جميل لكن هذا ما ملح أنت بتحطيه في الماء وسليتحقق هو الكلام الجميل نسمعناه من أربعين سنة لكن أنك أنت تنشئ جيل وتدرب بحيث أنهم قادرين على أنهم يقوموا بمشاريع بهذا الحجم والاستفادة الشركات بهذا الحجم هذا غير ممكن لأنك أنت تتكلم عن مشروع المناقصات مطروحة يعني أنت مثل اللي جلس تغذي عندك الله يعزك عنزة وتريد تنذبح وأنت في المسلخ يعني الوقت لا يمديك سيسلم المشروع في 2018 أعتقد لكن المناقصاته وأطروحاته فأنت تتكلم عن بشر وأنت تتكلم عن تعليم عن خبرات ستأخذ أجيال وأجيال فالناس لا يبيعوا الوهم للآخرين سنعود إلى اقتصاد المعرفة كما عرفت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر